صباح الخير عن جديد لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا هلا بنقدر نقولك أنه قد تختلف يوم من الأيام مع والدك مع والدتك أو مع أي من أفراد أسرتك لكن هالاختلاف لازم بالنهاية يصب بمصلحة هالمجموع أو المجموع بشكل عام طبعا هالأمر بنطبق أيضا على الوطن الممثل بالأسرة الكبيرة هالموضوع هو كان الهدف أو واحد من الأهداف اللي تم في إطلاق مبادرة أسبوع وطن رح نعرف أكتر عن هالمبادرة وأهداف أخرى لمبادرة أسبوع وطن مع صاحب هالمبادرة السيد عمر السخن أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك يعني أنا حكيت أو وجهت رسالة ببداية هالفقرة عن الاختلاف اللي يمكن بالقاونة الأخيرة للأسف عم نحسه وعم نشعره بوطننا الأردني لكن بالنهاية بغض النظرة عن الاختلافات بالأراء لازم هالاختلاف يصب بمصلحة الوطن وهي المصلحة الأولى والأخيرة لكل المواطنين الأردنيين إذا نحكي عن الأهداف الأخرى لمبادرة أسبوع وطن شو ممكن تكون هاي الأهداف؟ يعني هي بالأصل المبادرة ابتدأت كتجربة لتغيير أنظار الناس تغيير وجهة أنظار الناس من السياسة والمعارضة وهذا نشتغل شيء لبلدنا نعم فابتدأت في أسبوع الصلت أسبوع الصلت كانت فكرتوا أنه خلينا نحكي عن الصلت نحكي عن تراثها نحكي عن ناسها عن رجالاتها عن نسائها اللي وصلوا مراكز لبسها لهجتها وفوجئت بأنه كل الشعب الأردني عمل فزعة كله دخل كله صار يكتب عن الصلط صار يحط صور يبعت فيديوهات ويحط أغنيات على طريق الصلط لعمر العبداللات ويحط صور لوادي شعيب لبيت أبو جابر لشارع الحمام وبدأوا من كل مناطق المملكة يدخلوا ويحكوا عن الصلط جميل، ولكن أستاذ عمر نحن نعرض بعض الصور من الصلط التي سنحكي عنها دعونا نقول للماذا تم اختيار المدن الأردنية لتركز عليها في هذه المبادرة لكن دعونا نشرح عن مدينة الصلط التي قمت بزيارتها من خلال مبادرة أسبوع وطن وأول مدينة كما ذكرت كانت مدينة الصلط هذا كان التجمع في مدينة الصلط نحن وصلنا على مدينة الصلط الساعة عشر ونص تقريباً كان باستقبالنا السيد جهاد خريسات، السيد رويزق عربيات والدكتور إبراهيم المصري من دائرة سياحة البلقاء نعم أس curling نارت مدينةlins ون Saihaj لدخيلنا المتحف ورجتنا في المعالم بعض مدينة الصلط وترجمة ريش دون الحر�� صلط لو انظريه يوما سيتم هذا الرجل الذي كراء في هذه الصورة يعني أجله صافي وكان يتقل لأنه إنه إلي عروس بال الصلط قد تكمل من عنده. يا سلام. نياله محظوظ. طبعاً هنا بتلاحظوا بهذه الصورة طبعاً معنا يعني مش كانت كليات أكبر كان معنا حتى أولادنا. أولادنا انبسطوا كثير 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 لأنه دايماً قاعدين بعمان. طبعاً. قديش مهم برأيك أستاذ عمر أنه ندمج أطفالنا بكل هالمبادرات اللي احنا عم نقوم فيها خصوصاً بزيارة كل المدن الأورجينية. زي ما حكيت للأسف في العديد من الأطفال حتى لما يكبروا ما بيعرفوا اشي عن المحافظات الأورجينية. اللي اتفاجأنا فيه أنه في ناس سلطية كانوا أول مرة بدخلوا على مدينة السلطة القديمة. وهو طول عمره ساكن بعمان. وإيجا معنا عشان ديشوف السلطة على حقيقتها. هم. أنتي تعرف عنها أكثر. نعم. هنا كنت برضو عم بصور فيه لأخ. إيجا معنا طبعاً فيه ناس من العراق. فيه ناس من أمريكا. هون من شوف بهي الصورة السيد جهاد خريسات بن نصر ويزق عربيات. اسمه عبد الرزاق. نعم. بس هذا معروف عنه هو زقرة السلط. أبدعوا. 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 ورجونا شغلات ما شفناها نحن من قبل. مهم جداً أنه أطفالنا. أولادنا يزوروا كل المدن الأردنية ويعرفوا تاريخها. يعرفوا تراثها. يعرفوا لهجتها. يعرفوا منها هالمبادرة. ليش خطرت المدن؟ المدن لأنه هي الأصل. لأنه نحن طلعنا من هي المدن. نحن قاعدين بعمان. بعمان بتعرف فلان وبتعرف فلان بتعرف فلان من وين الأصل والله من من إربد من الجنوب من العقبة. بس قاعدين بعمان. بس ما منعرف اشي عن مدننا. نعم. يعني هي الفكرة أنه لازم تعرف اشي عن مدينتك. عن بلدك. والمعلومة مش موجودة عندي. المعلومة موجودة عند كل الناس. عند أهل هديك المدن. وصدقيني النخوة اللي كلهم كلهم انتخوا. وكله غيور على بلده. يعني باليوم الرابع بلشوا قاعد إيمت بدو يجي دور عجلون. إيمت بدو يجي دور الرمثة. يطلع ناس. طلع في ناس شوية. إنه يعارضوا الفكرة. بس بكلام الحلو. شو سبب المعارضة كان. إنه نحنا مش بوقت اللي نروج على الأردن. هلأ نحنا بوقت الغاز والديزل. فكان الجواب إنه أنت قاعد عم تطالب الحكومة بإشي هي أخذت فيه قرار. وقاعد عم تحكي كتير على هذا الموضوع. طب إيمت أنت آخر مرة حكيت عن بلدك. إيمت آخر مرة اشتغلت لبلدك. نحنا ما بدنا نظرنا نحكي. بدنا نعمل إشي على أرض الواقع. نعم. حلو. هي هي الفكرة. ممتاز. حسيت إنه هالمبادرة. هلأ أنتم عم تشتغلوا على أسبوع ربيد. لكن خلينا نعلم على أسبوع السلطة اللي انتهيتوا منه. حسيتوا إنه ساعد على تعزيز التكاتف والتكافل الاجتماعي بين المواطنين. بشكل منقطع النظير. حلو. يعني أنا وصلتني بأنه في 13 بلد مشاركة في أسبوع وطن. في مبادرة أسبوع وطن. حلو. يعني دول كل الأردنيين بدول الخليج. لأن الأردني المتغرب حاسس بغربة ومشتاء لبلده. صح. فلما دخل على التويتر ودخل على الفيسبوك ولأ الأردنيين قاعدين عم بحكوا عن بلدهم. انتخهوا كمان. وصار يعرض إنه خليني أعمل معاكم هيك. خليني أعمل معاكم هيك. كيف طبيعة مشاركة المختربين اللي بعاد يعني. يعني مثلا السيد محمد وحدان موجود في الإمارات. هو اللي صمم الشعار تبع أسبوع السلطة وأسبوع أربد على الفيسبوك. هو اللي قاعد عم ببعت لنا بشكل يومي الاستاتيستيكس. تبعت الهاشتاغ اللي هو أسبوع السلطة وأسبوع أربد and so on. في الأخت بشرة المجالي. بشرة المجالي هي مقيمة في الإمارات برضو. هي وابن عمها سيد محمد المجالي. هم اللي عملوا الفيسبوك بيج. مش أنا اللي عملت هم اللي عملوها. حطوني أدمن. ولما أنا أتعب هم بيأخذوا عني. وهلهم مجرن يعني. فالأفورت هو فعلا 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 عمل فريق. مش عمل شخص واحد. كل الأردنيين هم اللي نجحوا المبادرة. ممتاز. أنا مجرد الشخص اللي أطلقها والباقي عليهم. ممتاز. طب لأي مثلا من الأشخاص اللي بيكونوا عم بيحضرونه وحبين يشاركوا. شو طبيعة المشاركة زي ما قلت المغتربين ساعدوا انه ينشئوا الصفحة يرتبوا الصفحة يعملوا الشكل العام للصفحة. لكن مثلا إذا ممكن مثلا بمشاركة بالمعلومات المشاركة بالإحصائيات بالدراسات عن هاي المدينة مثلا عن إربد أو عنها السلطة أو غيرها من المحافظات. هلأ كل واحد أنا بعرفه شخصيا عم بدخل على الانترنت وعم بيعمل ريسيرتش عن هاي المدينة. وعم بيطلع صور وعم بيطلع فيديوهات. عم بيطلع أغاني لهاي المدينة. عم بيدور على معلومات عن رجالاتها. يعني هي بالآخر عم تعمل إثراء لمعلوماتنا. يعني الاشي اللي نحنا ما كنا ندور عليه أخذينه فور جرانت صورنا ندور عليه اليوم. نعم. كمية المعلومات اللي عم تنزل عن كل مدينة. كمية معلومات هائلة. يعني لما بعد بتابعها وعن بقرأ عن بسمة عن شغلات ما كنت بعرفها. يعني مثلا هلأ أهل إربد مبارح بيحكو لما أنا بطلع على الحيط. أول مرة بعرف إنه الحيط هو 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 الأسطوح. نعم أنا كبار. ما عندي فكرة. بيحكو حيد عن الراس وذرب. أهل أهل إربد الربداوية. بس في واحد مبارح شرح شو يعني حيد عن الراس وذرب. طيب نحد نعرف إشياني. بدي أرجع لها لازم أرجع لها. يعني من الشغلات الجميلة اللي حطوها مبارح واليوم وقبل. كانت مثلا وإربد أرض تفوح عبيرا إذا ما تهاد عليها المطر وإربد بدء الزمان ومنها حكاية مجد ومنها الخبر. الدكتور عبدالناصر الهياجن اللي كاتبها. حلو. الشخص بحكي إربد هي الأنشط زراعيا في الأردن. فتنتج الحمضيات الزيتون الحبوب بالإضافة لإنتاج العسل إلى عسل النحل والثروة الحيوانية. قديش مهمة هذه المعلومات كمان. في أخت زعلة مبارح كل الناس تحكي هذا اسمه مش شارع الجامعة. كل الناس تحكي هذا شارع شارع جامعة. قالت لا يا جماعة. هذا اسمه شارع شفيق الرشيدات. مش شارع الجامعة. اه مش شارع الجامعة. واحد ثاني دخل اللي ما بيعرف عن رفيق الرشيدات. هاي تاريخ عنه روح على هذا الرابط أو على هاي اللينك. مشاركة معلومات لحتى نعرف أكتر عن عن مدنة. هذا اشي كتير مهم. هلأ في عندي سكتجول. أنا حطيته وبعدته اللي هو كيف نحنا ماشيين بالترتيب. نحنا الأسبوع الماضي كان أسبوع السلط. نعم. الأسبوع هذا أسبوع إربد. شو عم بصير هلأ بأسبوع أسبوع إربد. أنا هلأ وصلتني استاتيستيكس. لحد هاي اللحظة 16453 ناس شاف أسبوع إربد. حلو. 607 عم بيتابعو 607 أشخاص قاعدين عم بيتابعوها. من 13 بلد بما فيهم الأردن. و1100 صورة تم وضعها لإربد في أسبوع إربد. حلو. ألف ومئات صورة. حلو. إذا بتحبوا تعرفوا الترتيب. طبعا يريد. لأن أين الأشخاص اللي حابين يشاركوا في عندهم مدينة بفضلوها عن مدينة تاني وحابين يشاركوا فيها. طبعا. هلأ نحنا بأسبوع إربد. هلأ بأسبوع إربد. هلأ نحنا بأسبوع إربد. سوف ينتهي أسبوع إربد. الساعة 11.59 موعد عسكري. يوم الجمعة. يوم الجمعة. يعني أنا أعرف أنه بالنهاية أسبوع الصلت نهايته كانت زيارة إلى الصلت. زيارة إلى الصلت. إربد إربد. إنت رح تكون الزيارة. كل جمعة. كل جمعة. إذا طبعا الله وفق يعني. وكان الجو حلو. نطلع. بس إذا كانت الأجواء الجوية الحال الجوية سيئة. منفضل أنه من أجلها. بس الزيارة لازم تنعمل. لازم. الفكرة هي من الزيارة. ودعم المجتمع المحلي اقتصاديا. نعم. يعني بالدرجة الأولى دعمه اقتصاديا. لازم نروح. ناكل أكلهم. نشتري من عندهم. نشتري من محلاتهم. نتبضع من عندهم. نعم. هلأ الأسبوع الجاي. يعني ابتداءا من الساعة الثانية عشرة. بعد إربد. ليلة الجمعة. وصباح السبت. رح يبدأ أسبوع الكرك. بعدين عنا أسبوع عجلون. حلو. أسبوع الطفيلة. أسبوع العقبة. أسبوع معان. أسبوع المفرق. وآخر أسبوع رح نعمله أسبوع مادبة أو مأدبة. نعم. هلأ نحنا طلعنا بالوسط عالشمال عم ننزل عالجنوب. عم نخلط. لأنه الناس عم تدخل عم تحكي. أنا أمت مدينتي. أنا خلص أشارك معاكم. أنا أمت مدينتي بشارك. فكان يكون جوابنا لازم تشارك. لأنه لما يجي دورك. إذا أنت ما شاركت لما يجي دورك ما رح تلاقي حدا رح يشارك معاك. ما رح تشارك معاك. طيب للتواصل معاكم عن طريق التويتر. بيحطوا هاشتاغ أسبوع وطن. أسبوع وطن. نعم. أسبوع وطن. نعم. 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 مبادرة أسبوع وطن يدخل يعمل لايك لحد هاي اللحظة صار في عنا تقريبا بحدود الميت لايك ممتاز عليها يعني بخلال ساعات يعني أقل من يوم في عنا كمان هون بعض الصور أيضا لحتى هذا أكيد بأسبوع الصلط هاي كنيسة صورناها من بيت أبو جابر هاي كنيسة مبنية على الطراز الإيطالي هاي شرفة في بيت أبو جابر بتلاحظوا فيها أقواس عثمانية واللي بكون داخل هاي الشرفة اللي بره ما بيشوفه يعني معمولة بطريقة جميلة جدا تلاحظي هي الأقواس جميلة حتى عملت صور كمان للعمدان للتاج تبع العمود إذا بتلاحظي هذا كلياته نحت هذا مش لأنه قديم جدا نعم وطبعا كلياته مدعم بالخشب خشب البلوط العمدان جميل هاي مأذنة جامع الصلط الكبير برده مبين من الشرفة نح له الصور هادو صور انت أخذها هادولة والله من كاميرتي من كاميرتي هاد طاقة موجودة في داخل المنزل بتطل على منور فكان من هاي الطاقة يدخل الهواء على البيت هلا طبعا البيت له شبابي كبار بس بهذه الغرفة بالذات لأنه جاي بين غرف فعملين لها طاقة للتهوية هادو جامع الصلط الكبير رائع جدا مرتب جدا وفي مزيج بين المعمار الحديث والقديم هادو خبز المشروح بعد ما يطلعو من الفرن بيعلقوه بهاي الطريقة طبعا نحن بعدين رحنا وأكلنا فكان يعني اشي رائع جدا يعني حتى ريحة الخبز كانت معبأة بالدنيا هادو بشارع الحمام شارع الحمام كل المحلات بوابها من الخشب خشب السويد وخشب الجوز وبعدين ظاهر انه في مدينة الصلط ممنوع حدا يحط أي قاربة حديدية كل القارمات لازم تكون من الخشب ومكتوب عليها الاسم اللي أعطت طابع جميل وتراثي للمدينة جميل جدا طيب يعني بالختام إذا من قدر نحكي عن الدعم زي ما حكيت أستاذ عمر يعني بالبداية انت طلعت بها الفكرة عم بتبنوها كل المواطنين عمواقع التواصل الاجتماعية على المعلومات وإثراء الثقافة العامة بمجال المحافظات الأردنية وغيرها لكن يعني قديش مهم أنه أيضا هالمبادرة تحصل على دعم من المؤسسات الكبرى اللي هي أيضا تهتم بهاي المجالات بالمحافظات الأردنية وتصلت الضوء عليها هي شوفي الدعم رح يجي بده يكون على شكل مواصلات على شكل ستيكرز وممكن كمان الشركة الداعمة هي تطلع بأفكار يعني من عندها مهم جدا بس اللي بده يدعم هو بده يكون حاطط في باله شغلة إنه نحنا عم نشتغل لإثراء المعلومات عن بلدنا لإنعاش الاقتصاد في بلدنا ونجاحها في خلال هالتسعة أيام اللي مضى كان منقطع النظير حتى هو لما بيدعم برضه كمان بيطلع له سمعة وحلو إنه الشركة لما تدعم تدعم مبادرة وطنية كل أهل البلد بحبوها طبعا أكيد نحن نتشكرك جهودك مشكورة جدا جدا نتمنى كل التوفيق لمبادرة أسبوع وطن وإحنا من رؤية إن شاء الله هيك إذا كان في مجال ننزل معكم على أسبوع وإربد وكل أسابيع المحافظات أكيد هذا بيكون إنه شرف كبير إنه نتواصل معاكم بهالمبادرة وتشكرك أستاذ عمر السلام الله يخلي لي شكرا لإلك يا ست شكرا يعطيك ألعاب أهلا الله يعافيك